العلاقة ترضية بين الدولار وتأثيره على الأسعار ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن حول العالم كله العملة الأكثر تداولا في العالم إذا زاد سعرها تزيد أسعار الصلع والخدمات نظرا لاستحواذ الدولار على نصف تداولات سوق العمولات طبيعي كالعادة ومع كل أزمة عالمية يلجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة كالذهب والدولار الأخير أي الدولار زادت جاذبيته بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عليه وبدأت عمليات سحب من الكثير من الأسواق الناشئة والنامية لشراء السندات وأذون الخزانة الأمريكية كل هذا يزيد الضغوط على الاقتصادات الأصغر صحيح وترفع أو يرفع من تكلفة الديون للدول والشركات بجانب ارتفاع أسعار السلع المستوردة لأن السلع المقومة بالدولار تصبح أغلى أغلى سعرا لحائز العمولات الأخرى صحيفة نيويورك تايمز قالت في تقرير لها أن الدولار القوي يدفع العالم إلى الأسفل ففضلا عن زيادة أسعار السلع تقل قيمة العملات في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع الدولار ويرسم نظرس مستقبلية سلبية للاقتصاد العالمي قدر المحللون في بانكوف أمريكا أن أكثر من نصف ارتفاع الدولار هذا العام يمكن تفسيره من خلال سياسة الاحتياطي الفيدرالي الشارسة نسبيا وأشار محللون إلى أن الدولار ارتفع لأن أسعار الطاقة المرتفعة تضر باقتصاديات المستوردين بما في ذلك معظم دول أوروبا بقوة أكبر من الولايات المتحدة التي تعتمد بشكل أقل على شراء النفط والغاز من الخارج في حين أن الدولار الأقوى يمكن أن يكون نعمة مختلطة للأفراد والشركات فإن مثل هذه الخطوة الحادة والسريعة في قيمة العملة الأكثر استخداما في العالم يمكن أن يكون لها تأثير مزعزع للاستقرار لكن كيف تقاس قوة الدولار؟ الطريقة الرئيسية هي وضعه مقابل سلة من عملات أو عمولات الشركة التجاريين الرئيسيين مثل اليابان ومنطقة اليورو وبالاعتماد على هذا المقياس وصل الدولار إلى أعلى مستوياته في عشرين عاما بعد أن اكتسب أكثر من عشرة في المئة هذا العام هنا نطرح السؤال من المستفيد ومن المتضرر من ارتفاع الدولار الأمريكي هذا الارتفاع يقلب كل شيء بحسب نيويورك تايمز من تكلفة الإجازة في الخارج إلى ربحية الشركات متعددة الجنسيات الأمريكيون المسافرون من بلدهم إلى الخارج من استطاعوا بالتأكيد سيتمكنون من جني ثمار الدولار القوي لكن عائقا آخر سيقف في طريقهم وهو ارتفاع أجرة الطيران أكثر مع ارتفاع أسعار النفط أكثر على النقيد الشركات الأمريكية ذات العمليات الدولية الكبيرة ستنال ضربة عندما تحول المبيعات الأجنبية مرة أخرى إلى الدولار على سبيل المثال تآكلت أرباح كل من مايكروسوفت ونايكي مؤخرا كما أن شركة أبل تحقق أكثر من 60% من مبيعاتها خارج الولايات المتحدة ومن المرجح أن تعاني مع غيرها من عمالقة التقنية من قوة الدولار عندما تكشف الشركات عن نتائجها المالية في الأسابيع المقبلة أما عن الدول فمن المرجح أن تكون الأكثر تضررا تلك التي يمثل فيها الدين بالدولار نسبة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي حيث يصبح الدفع الفائدة للدائنين بالدولار أمرا صعبا خاصة في البلدان التي تشهد عملتها انخفاضا سريعا كالأرجنتين وتركيا خاصة وأن أسعار الفائدة على أي دين جديد سترتفع أيضا وفي بعض الحالات كحالة سريلانكا أصبح الأمر مستحيلا على ما يبدو الموضوع صعب أعرف ترجمة نانسي قنقر الأوضاع الاقتصادية العالمية حاليا مع تباطئ النمو الاقتصادي بجانب ارتفاع الأسعار أحيى كلمة مخيفة كانت معتادة في سبعينات القرن الماضي وهي المرة الأخيرة التي عانى فيها العالم من مشاكل مماثلة والكلمة هي ويمكن ترجمتها للتضخم المصحوب بالركود الحرب في أوكرانيا ضاعفت من كل هذه المخاطر الاقتصادية مثلا اعتماد ألمانيا بنسبة الثلث على الغاز الروسي زاد المخاوف من أن برلين قد تقنن استهلاك الطاقة ما سيكون له تأثير على الصناعة الألمانية أضف إلى ذلك مشاكل سلسل التوريد كما نعرف سيناريو انقطاع ألمانيا بالكامل عن الغاز الروسي وهو احتمال وشيك سيعني دخول ألمانيا في حالة ركود ويقول اقتصاديون أن المصير نفسه يهدد القارة الأوروبية ككل اعتبر جيمس جورمان مدير بنك مورغان ستانلي الأمريكي أن احتمال حدوث ركود في أوروبا يزيد كثيرا من 50% أضاف في مقابلة أن الخطر بالنسبة للولايات المتحدة 50% لكنه يتجاوز هذا بكثير في القارة العجوز لكن مدير بنك مورغان ستانلي نوه إلى أن العالم لن ينهار بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي وربما سيكون قادرا على التأقلم معه والتغلب على ذلك بسرعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر